انا السؤال بقى اللي باسأله انا حضرتك بدي دعم ليه عشان يقولوا مصر بطل عالم في الدعم يعني مصر تنزل كده تسخن في الملاعب الدعم فنبقى احنا البطولة ولا عشان اطلع السلعة دي بسعر اجتماعي يبقى الباشا يدهاني ويقوم احنا مش كده برضا لما لقى من 40% ل 50% من انتاج هذي الحاجات المصانع دي يتم تصديره للخارج وماله صدرات وربنا يوفقنا وحاجة محترمة هو بيبقى هناك بالسعر العالمي ولا بالسعر بتاعنا احنا بالعالمي مش كده طب ما نديله حضرتك اللي 40% للطاقة اللي دخله بالسعر العالمي وانت ساعتك بقيت راجل عالمي دلوقتي يعني مش حرفع اي اسعار الا على الصناعات الكذيفة ده انا لو ما عملتش حاجة غل بتصدر حتى غل بتصدر هدل حضرتك حاجة تاني في تكنولوجيا من سنة 2002 موجودة في المانيا فرنسا فنلندا طبعا امريكا سابقا اليابان لصناعاتك صفت استخدام الطاقة دي ما عادش النهاردة ناس بتولى علىك بوتاجاز ولا سيادتك بغاز ولا بمزوت ولا بكايروسين ولا الكلام ده لان الطاقة بتقل بالقمامة بالكامل وجبنا المكان دي من المانيا هناك القمامة تنزل بدون فرز على بعضها تطلع على الطاقة موجودة في عندنا اكتر من القمامة في كل شيء لمشكلتنا مشكلة برضو لما نقول يا قمامة كل الناس عطمد عندنا قمامة صح باشا اولا يبقى صاحب مصنع الاسمان تيكلم هو يربط بقى مع الزبال لما واخذ باشا يربط مع الزبال يخليه يجيب له القمامة ازاي ولا غلط هيجي الزبال يقول له العربية بحمر تعبانة هيجيب له عربية فور باي فور يجيب عليها الزبال لان ده الويسط اللي دقله مشكلة برضو يبقى انت شلت من دماغك 80 مليار جنيه صد وروقت بالك وزي الفل وجبنا للباشر العربيات اللي عوزها واللي بتتشعلب واللي بتقول بابا وماما وعملنا يعني انت اللقات يعمل وانت حذك بتطرح ده كله انا برضو اخر سؤال وفي نص دقيقة لانا عشان اخذ تعليق بقى من كل واحد الوقت بقى في نص دقيقة الناس دي مش عارفة الحاجات اللي انت بتقول عليها او لو كانوا عارفين ما بيعملوا هاش لي طيب النهاردة 24 فبرايل 2014 انا وثق ان الحكومة التاريخ بتاعها النهاردة 19 يناير 2014 هما لسه في عيد الغطاص ساعتك بيمص قصب لسه يعني مش وهم حد دك احنا النهاردة 24 فبرايل هو في دماغه من النهاردة 19 فهو في عيد الغطاص ساعتك بيمص قصب واكل قلقاس ربنا يوفقه ونجيب له الرعاعة ايوب انت بتقطع لنفسك هو الطريق دك انت هتتباوأ موقعا وزرية انا نفسي انا بقولك الناس اللي كانوا اللي حكمونا هو لسه في دماغه ان احنا يوم 19 يناير يعني بس انا نفسي بس اتاخد عليه كده نو احنا بناخد التعاوض عليها قدام الناس تعاوض ايه يعني انظر على رد محضر لا تنفذ الكلام ده لا تخش السجن ما تخرجش وانا اتحدى برضو ان امثال حضرتك انه ممكن يبقى وزير لان انت حتى بتتمتع بجرأة وصراحة ويقوله في كل يوم وما حدش جره انه يطلع يكذبه طب ما نجربه يا اخوانا ما نجربه زي بقوله اجربه وقطعه وسيح دمه ده تعليق حضرتك الاخير ده لا انا عايز تتكلم عن الامن اه الامن اغلى سلعة لانها بمرضودها اغلى حاجة ارواحه وعراضه وامتلكات وقبل السياحة وقبل الاستثمار المواطن المصري المواطن المصري اللي وقف مع الشرطة والشرطة عايز تقف معاه وعلى فكرة لما تديني تقنيات حديثة انا هحترم حقوق الانسان اكتر هديك مثلا صغار جدا هديك مثلا صغار جدا كنا زمان وحنا زبا صغارين بننزل في الاكملة نلم تحري تحري ننزل لها ده ما معاكش بطاق اركب ما معاكش شهد تجنيد اركب ونوديه الاسم ونوديه في الفجر بينام الصباح اكتبله جوابات وما فيش كلبشات على الدهم ربطوهم معباد ودهم المدرية اكشف عليهم في اقسام وادارات البحث وكلها اللي اطلع عليه قضية اللي اطلع هربان من تجنيد المتخلف اللي مطلوب لجاء قضية الباقي بالليل في العرض هيروح دلوقتي التقنات الحديثة اللابتوب مع ظابط النجدة بيكلم فلاني بيانات وستنى لم البطاق وبلغ بعد كده بيجي ولك التسعين دول ما لهمش حاجة والخمسة دولت مطلوبين في حاجات بتاخدت الخمسة بس حتى التقنات الحديثة في صالح واحترام ادمية وحقوق الانسان المصري ما بيعملوش ده لانهم لسه في تسعتاشر الانير في عيد الالغتص بزرط انا طبعا مع كل اللي قاله لدكتور صلاح تقريبا مية في المية في بعض حاجات ممكن يعمل عليها اخدوا وعطا لكن في كل حكومة او ادارة او جهة بيعرض عليها كده هتلاقي تسعين اعتراض بيطلع لك ودولة قديمة جوه الوزارات بتكافح وبتقوم واحيانا مش مجرد يعني رئيسة الوزارة يعني فيه حد يفتكر انا غير الوزارة لا وحد عنده ارادة لا الدولة كلها مؤسساتها لازم تعاد بناءها وعشان يعاد بناءها الحمولة اللي بتكلم عليها دي اللي هم الستة مليون لازم تشوف لهم حل كمان طبعا عدد من الغباء والسياسات اللي جوه الدولة واللي جوه قطاع الاعمال واللي جوه حتى القطاع الخاص لان القطاع الخاص لازم يفهم انه هو مش يعني اللي بيحصل له دلوقتي ده عقاب على تجاهله للمطالب الاجتماعية طول السنة اللي فاتت دي يعني لو كان هو باستغل الوقت اللي حصل فيه نموه انه يدي حد قدنا حقيقي انه يدي مكاسب اللي احنا فيها دلوقتي من الغباء ومن الجشع ومن الفساد هذا لن يحدث بقرارات سريعة كده زي ما بيقول الدكتور صلاح هذا يحتاج الى بناء مؤسسي ارادة سياسية وحشد لطاقات الرقابة وطاقات الابداع وطاقات التغيير وراء هذه الارادة السياسية دكتور ايهاب الخرط أدو الهيئة العليا لحزب المصر الديموقراطي الاجتماعي والأمين العام والأمين العام بشكر حضرتك سيدة اللي محمد نور بوساعد أنا لبشكر حضرتك أنا لبشكر حضرتك دكتور صلاح جودة طبعا يعني أنا بسمع وبستمتع دايما بشكر حضرتك وكل أمل إن شاء الله أننا نخرج أو نحاول نتفاعل نخرج من الأزمة وإلى كل الشعب المصري وإلى المهندس إبراهيم محلد رجاء الفساد ده كله تقدر تقضي عليه بقرارات وإنت تعملت مع هذه المسألة رجاء التفكير مليا في القادر على اتخاذ القرارات لكل السادة المسؤولين مشاكلنا موجودة وحلولها موجودة بس أنتوا قاعدين فوق تمنعوا الحل ليه معرفش عموما الناس قالت إيه في الشارع عن إقالة حكومة الدكتور الببلاوي زملتنا سارة عبد الوهاب ورصدت المسألة وهنروح لها في تقرير وبعدها نتابع الجورنال أشكركم وكمل حوار